في إطار العودة الطوعية لدفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلدهم غادر نحو 53 نازحا سوريا من قرى شبعة والعرقوب من أصل 83 نازحا كانوا سجلوا أسماءهم وقد تجمع المغادرون في باحة نادي شبعة وغالبياتهم من النساء والأطفال قبل أن تقلهم حافلتان أمنتهم الجهات السورية المعنية ورفقتهم أيضا ثلاث سيارات بيكاب نقلت أمتعتهم وحاجياتهم وعمل الأمن العام اللبناني في شبعة على إنجاز معاملات العودة وسط إجراءات أمنية مشددة كما انضمت إلى قافلة العودة حافلة آتية من صيدة تقل 29 نازحا كانوا تجمعوا في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحرير الرياضية وتوجهت الحافلة إلى سوريا عن طريق المصنع نحن اليوم راجعين على بلدنا وراحين بدنا رجع مدرستنا وكانت لبنان نيحة معنا بس الواحد بظله وسوريا بلده وليزم يرجع بالآخر راجع وطني هلأ الحمد لله رب العالمين وبيتي الحمد لله رب العالمين أكيد الواحد مبسوط ومكيف أنه راجع وطني وبيتي ومن بيروت انطلق موكب النازحين من باحة المدينة الرياضية ومعظمهم من بلدات درعة والرقة وحماة وحمص بعد أن تجمعوا باكرا في نقاط عدة منها ملعب برج حمود وسط إجراءات أمنية قام بها الجيش أما في الشمال فكانت تجمع في عكار في مركز العبودية كذلك في طرابلس تجمع النازحون في معرض رشيد كرامي الدولي وقد عملت باصات سورية على نقل هؤلاء جميعا إلى بلادهم بإشراف الأمن العام اللبناني وقد تمت المغادرة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضور مندوبها وبحسب المديرية العامة للأمن العام فقد وصل عدد المغادرين إلى 829 نازحا من مختلف المناطق اشتركوا في القناة